انبارح كان العالم على موعد مع حقبة زمنية محدش عاشها ولا شافها يمكن من الف سنة وفجأة الناس لقت الشاشات قلبت في بس حي لايف على فترة من القرون الوسطى وبدل ما يشوفوا ده فيلم هوليويدي او يعني يشوفوا فيلم السينما شافوا حقيقي شافوا في الشوارع يوم غريب جدا في بريطانيا يوم انتظروا تشارلز الى سبعين سنة من سبعين سنة اليوم ده ما حصلش سبعين سنة والصوت كصوت المأزنة لو واحد كان كاتب قصيدة في مكورسون لما ماتت من سبعين سنة العالم كله ما شافش اللي شافهم بالح العالم كله الحقيقة اتفرج على بريطانيا العالم كله ركب آلة الزمن ورجع للعصور الوسطى للقرون ايام الملك هنري لما توج في القصة تاج مقدس وزيت مقدس وكنيسة مقدسة عمرها الف سنة وطقس ديني مسيحي بامتياز لتتويج تشارلز رئيسا للكنيسة وملكا مقدسا تخيل تشارلز توج أمس رئيسا للكنيسة وملكا مقدسا مراسم غارقة في الزمن لألف عام وراء ايام هنري جاء فتح المكان ده حتى الديكور كنيسة ويست مينستر ألف سنة وراء والدنيا كلها تقلبت شاشات العالم نقلت على الهوى منظر أسطوري ما بنشوفوش غير في أفلام هوليود ضخم جدا وكانت العنوين في الجرية كلها حفل لألف عام تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا وانجلترا حفل لألف عام تفاصيل تتويج تشارلز الثالث قادي الملك والملكة توجي الملك التالتي اليوم السبت مبارح في حفل بكنيسة دير ويست مينستر حيث حصل على تاج القديس إدوارد المرسع بالجواهر في حفل مبني على التقاليد القديمة في وقت تسعى فيه الملكية جاهدة للبقاء زاد سلة مع بريطانيا الحديثة التاج دهو اسمه تاج القديس إدوارد التاج الي هو لابسه هو الملكة اسمه تاج القديس إدوارد مرسع بالجواهر والسلبان محدش قال هو الملك لابس زيزي البلياتشو كده محدش طلع قال إيه لي لابس الست الكريمة دي لابسها الكلام الفارغ ده ده مش بس كده ده عربات تجرها الخيول في زمن اللامبرجيني والستيسلا والبي أم عربة من القرون الوسطى اللي قال العربية ده هي ونتفرج بقى على الجو بقى نتفرج على الحلاوة عربية بتجرها خيول إلعب يا علي كده أهو عربية بتجرها خيول وحراسة وطبعا الخيول دي مش أي حتة مش استبل عنطر يعني بص النبي يقف عند العربية لما تيجي في النص وقف عم سوية كادرين كمان يعني فريمين كمان بس يا راجب بس العربية دي اتركنت سبعين سنة العربية دي كانوا بيرمموها بقالهم من ساعة ما ماتت الملكة إليزابيس قاعدين يرمموا فيها وحاجة كده أبهت الأبهة عربية ممكن تلاقيها في الملاهي أو الله لو روحت الملاهي تركب عربية زيها مش زيها بالزبط يعني لكن احنا لأ احنا تخلصنا من كل الحاجات القديمة دي قادي العربية إلعب بقى أكمل كده أتفرج وقادي في حراسة أربعة تلاف واحد من الجيش الإنجليزي شوف الملابس أقف بقى في حتة عباس شايف يا سلام عليك يا سلام شايف الملابس شايف الشعر المستعار بص على القبعات والجوانتيات والشرابات بص على الإكسسوار والتفاصيل شايف كل ده انت في حتة كده من سبعمائة سنة التقاليد لعمرها تقريبا ألف سنة والقصة دي حاجات فيها عمرها سبعمائة سنة طبية من أيام الملك جورج الثالث يعني من ألف وسبعمائة وحاجة حتى الكرسي اللي قاعد عليه الملك شارلز مبارح عمره سبعمائة سنة سبعمائة سنة وعشال أو حضر تتويج أربع ملوك وتم ترميمه خصيصا عشان الحفلة دي آدي خبر قدام حضراتكو أهو الخبر بيكلم حفلة تتويج حكاية كرسي التتويج شهد حكم أربع ملوك وعمره سبعمائة سنة الكرسي اللي قاعد عليه شارلز في كنيسة ويست مينستر عمره سبعمائة سنة وقعد يرممه يعود تاريخه ما بين عام الف ومتين ستة وتمانين على إلى عام الف وتلتمية ميلاديا حيث جاء الأمر من الملك أدوارد الأول والمعروف تاريخيا باسم حجر القدر واللي استولى عليه سنة الف تسعمائة ستة وعشرين ميلاديا مع التاج والصولجان التركي ويغلب على الكرسي طابع الملكية والرقي ومغطأ بورق الدهب وقد تم تزيينه بالزجاج الملون إلى آخره وإلى آخره حرس الملك هتافات العصور الوسطى دي مش موجودة حتى في بعض دول العالم التالت المدافع اللي بتضرب تحية للملك كل التقوص المسرح اللي كان موجود عليه اللي هو كنيسة ويست مينستر كل حاجة كانت تعود لقنون الوسطى حتى الهتافات اللي قالوها الناس اللي في الكنيسة برضو تعود للقنص ضرب المدفعية الملكية عايز بقى الجامد قوي المزيكة اللي كان بتعزف مبارح يقال إنها تعود لعهد النبي سليمان تخيل زي منائلة التلفزيونات الغربية زي قناة مثلا فرانس برس وكلمت على المعزوفة دي أو قطعة المزيكة اللي تعزفت وتاريخها الكنيسة على التراز القوطي لا وقف الكنيسة أنا عايز صورة الكنيسة أيوة أيوة كده والتراز القوطي في تاريخ المعمار العالمي وفي تاريخ المسيحية مشهور جدا والكنيسة القوطية هي الكنيسة المنتصرة بعد ما قضت المسيحية على الوسانية وبعد ما تمكن المعماري المسيحي من إنه يشهر نصره فيعمل الكنيسة الشاهقة الرشيقة أو دي وبالأعمدة أو الأقواس المدببة ده بيسمى في المعمار قوس كده يعني قوس مدبب وده طراز قوتي معروف جداً ورائع ورشيق وقوي جداً وبيتسمى في الأعمارة لفظ كده بيتقال عليه في تاريخ الأعمارة الكنيسة المنتصرة يعني كل شيء قرون وسطى حتى الموسيقى قبل بقى من عهد النبي سليمان